قبل بداية مقطع اليوم اتمنى منك تسمعني المدة الدقيقة واحدة وبعدها وعدك تسمع مقطع اليوم الشي الاول اتمنى منك اذا كنت جديد على القناة تقدر جهودي وتشترك الان خلينا نوصل 80 الف مشترك اليوم كل اللي باقي لنا 400 مشترك واذا كنت جديد ووصلنا 80 الف اشترك خلينا نوصل 81 الف و الى اكبر عدد ان شاء الله الشي الاخر اضغط زر اللايك خلونا نوصل هذا المقطع 3000 لايك عشان ننتشر المقطع في كل مكان من هذا الكلام والشي الاخير اذا كنت حابت تكون معلن في احد المقاطع القادمة باسعار رمزية جدا رح ترك لكم حساباتي تحت في مواقع التواصل تواصلوا معاي هناك ارد على الجميع اللي يعرفني اضد عليه وبس هذا كان اللي عندي قبضات في مقطع اليوم كلها 40 ثانية شفت كيف حتى مو دقيقة والله اني بسيط وما في مني اعلمهم خلونا نبدأ في مقطع اليوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فارس وفارس وفي شاء المقطع جديد مقطعنا اليوم رح يكون اخر اخبار الانتقالات الصيفية ومن هذا الكلام عندنا اليوم حلقة قوية صراحة كل اخبار اقوى من الثانية او كل خبر اقوى من الثانية نبدأ في اول خبر عندنا واللي هو حسب بتال القوس بتال القوس طبعا من اكثر الاعلامين المشهورين في الشرق الوسط بشكل عام صاحب برنامج في المرمى اللي يعرض على العربية اللي ما يعرفه طبعا اعلن انه رسميا ندارة النادلة اللي قررت الاستغناء عن جميع الاجانب ما عدا عمر السومة رح يكون عمر السومة هو الاجنب الوحيد الباقي في النادي وسيتم استبدال جميع الستة ان كان فتسا ولا متريتا ولا ليما ولا سيرتش ولا فتوحي ولا نيانك كلهم راحلين وماركو مارين بس في اخبار طلعت انه فتسا ومتريتا رح يبقى مصيرهم بيد المدرب الجديد اللي هو بزنك هاسي اما الباقين فرحيلهم اصبح شبه مؤكد خصوصا في حال ترقوا العروض يعني فتوحي ومباي نيانك اللي عارف او اللي يعني متابع يعرف انهم خلاص رايحين عرف تكافل انهم جايين يعارة ومتريتا برضو احتمال كبير يرجع هو المشكلة فليما وسيرتش عقودهم شوية كبيرة فلاهلي بيعاني في تصريفهم هذه المشكلة فالله يوفق النادي الاهلي ويكتب لهم كل اللي في الخير وطبع الجميع لاندي سعودية روح للخبر اللي بعده اعلن رئيس نادي الاتحاد الاستاذ انمار الحائلي امس رسميا عن ان المهاجم الصربي بروجوفيتش راح يستمر في النادي الموسم القادم الصراحة يعني امر صدم كل جمهور الاتحاد امر غريب جدا طب يعني اش بيثير في صفقة المهاجم الاجنبي بروجوفيتش مستمر الان وما اتوقع انمار راح يطلع ويكذب في الاعلام اتوقع عن لقات كلمته فصدمة الان ان الجمهور الاتحادية كانوا متفائلين او الجماهير الاتحادية كانوا متفائلين انهم بيجيبون ابو بكر او لعيبة من هذا الكلام وفي النهاية ينصدمون بانه بروجوفيتش مستمر خبر قد يكون صادم لهم بالنسبة لي انا مو صادم بروجوفيتش لاعب كبير الاتحاد بحاجة بكل صدق ومانا لاعب من لمسة واحدة قادر ينهيلك اكثر من عشرين هدف الصراحة لاعب لمسة بروجوفيتش لا تقعد تناوله وتبغى يرجع يناول لكم لا بروجوفيتش ناوله هو باذن الله بيسجلها قول من تمريرة واحدة لا تطلب منه يرجعلك هذا رأيي الشخصي عن بروجوفيتش اهني عن مار الحائلة على استمرار اللاعب في الاتحاد الروح للخبر اللي بعده اعلن رسميا المهاجم الارجنتيني الدولي سابقا كان لاعب دولي حاليا ها مو ذاك اللاعب يعني ما تلاقيه في المنتخب كثير زراتي لاعب طبعا عنده مسيرة كبيرة اللي ما يعرفه اللاعب اعلى الرحيل وعلى النادي هذا الموسم زراتي لاعب زي ما قلت لكم عنده مسيرة مميزة جدا مهاجم ارجنتيني عمره تقريبا اذا ما خاف ظني ما بين الثلاثين اللي الثلاثين سنة لانه حاولت تدور على ذي المعلومة ما تأكد لكن اللي يعرف انه اللاعب ما بين الثلاثين اللي الثلاثين زراتي زي ما قلت لكم عنده مسيرة جيدة يلعب مهاجم الشباب مرتبط في هذا اللاعب يقول لك الشباب قاعد يفاوض اللاعب وفي محاولات من ايفربانيقا وقوانكا انهم يقنعوه عشان يلعب معاهم الصراحة زراتي رح يكون مناسب للشباب بالنسبة لي يقالوا ابدا ما نجح في المهمة يجب رحيل يقالوا والاستغناء عنه ويبدلوا بزراتي يتوقعوا رح ينجح بنسبة كبيرة مع الشباب في ظل تواجد لاعبين من نفس الجنسية وهم بانيقا وقوانكا وهذا الشي رح يساعدوا كثير بالتوفيق للشباب الروح للخبر اللي بعده خبر جدا قوي وحاسم في حلقة اليوم المدافع الدول للمغربي مهدي بن عطية اعلن رسميا اليوم رحيله عن نادي الدحيل القطري بعد مسيرة دامت ما يقارب السنة ونصف مهدي بن عطية احد اهم بالمدافعين العرب الموجودين اللي لم يكن الاهم بكل صدق وامانه لاعب كبير لاعب مسيرة الحالة هتكفي لا تقول لي حجازي ولا عيسى مندي ولا بالعمري ما احترامي لهم كلهم بن عطية لعب الباري ميونخ افضل فريق في العالم حاليا في احد الفترات من اكبر اندية العالم واكبر اندية ايطاليا وكبير ايطاليا من ناحية الدوريات واكثر من جاب الدوري برضو بدع معاهم اللعب اساسي من هذا الكلام بس في النهاية جاء عرض لا يرفض لا يرفض من الدحيل هو وقته وصل عمره 32 سنة يبي يضمن مستقبل ومستقبل عائلته فوافق على العرض وما شاء الله اخذ مبلغ كبير مع الدحيل الان قرر ان يرحل مع الدحيل ويلعب الاخر مرة مع فريق ويقول لك اعلامي قطري كبير ومعروف اعلن انه الاهلي السعودي دخل في المفاوضات جادة مع اللاعب وقد يوقع معاه بالنسبة لي مهدي بن عطية صفقة كبيرة جدا للاهلي انتمت صحيح اللاعب عمره 34 سنة لكن العمر مع اللعيبة امثال بن عطية ما يفرق ابدا اللاعب يقدر يقدر يقدم لك موسمين بشكل كبير وراح يفيد دفاع له لكثير اللاعب عنده عقلية احترافية جدا مميزة مسيرة كبيرة يكف انه لاعب دولي وسبق له تمثيل باري ميونوخ يفنتس بشكل اساسي انتمت الصفقة تقيم لها عشرة من عشرة عشرة من عشرة هذا رأي عن بالعطية روح الخبر الخير في حلقة اليوم واللي هو امس طلع خبر بشكل كبير في الاعلام وانتشر واتوقع كل من يشاهد المقطع ومتابع للاعلام والاخبار قري هذا الخبر ادارة نادي النصر اقتربت من حسم صفقة البرازيني لوكاس مورا نجم نادي التوتنهام الانجليزي ودخلوا في المفاوضات بشكل جاد جدا ولكن في نفس الوقت اليوم قبل شوي ايضا انتشر خبر انه رسميا لدارة نادي الهلال ونادي الدحيل القطري دخلوا في المفاوضات جادة مع اللاعب لحسم الصفقة انا السؤال اللي محيرني الحين الدحيل ايش يبغى في لوكاس مورا الدحيل عندهم لاعب كبير مثل ادميرسون جونير ابدا مهم بحاجة لوكاس مورا بكل صدق ومانا نتكلم الان على النصر والهلال الهلال انا شوف انه صفقة غريبة ذا الهلال يبقى لوكاس مورا وين راح تلعبه جناح ايمن انت عندك ما شاء الله تبارك الله اندريك هاريو احد اهم الاجنح الموجودين في الدور الا اذا فعلا صح الكلام انه كريلو بيروح فيمكن يكون بداله اوكي صفقة جدا ممتازة وعوضوه بلعب احسن منكرله بكل صدق ومانا لوكاس مورا لعيب جدا في الجناح الايسر ما له مكان انا بالنسبة لي سالم الدوسر اهم لعب سعودي حاليا فانت لش تحط سالم دكة صناعة اللعب شفنا امس النجوفينكو اعلى الرسميا بقاءه في النادي مهاجم فيه اربع مهاجمين في الهلال فصفقة للهلال توقع انها صعبة شوي الروح الاخر الفريق عندنا هو النصر النصر هو الاقرب النصر ما شاء الله برابط اتوقع اتوقع انه النصر هو الاقرب لحسن صفقة اللاعب لوكاس مورا تكلمت عنه سابقا يطلع لكم الان فوق المقطع في حرف الآي بس اتوقع الكل شاف وما رح اضطلكم اياه ما رح اضطلكم المقطع لكن زي ما قلتلكم لاعب جدا مميز لاعب مسيرة كبيرة سبق له تمثيل منتخب البرازيل بشكل اساسي لمباريات كثير ولعب المنديالين كلهم 2014 و2018 لاعب زي ما قلتلكم سيرة جدا مميزة تقييم للصفقة ان تمت لنادي النصر فتقييم لها 9 من 10 صفقة جدا متازة اما ان تمت للهلال وكرلو ما راح وجفنكو ما راح فتقييم لها 6 من 10 صفقة صادمة انت رح تجيب لاعب هو ما رح يلعب لانه عندك صراحة سالم الدوسري حرام ينحط دكة وكرلو برضو حرام انه ينباع هذا رأيي الشخصي حول اللاعب فارس وفارس اوفيشل اتمنى منكم انتم تعطوني اراءكم تحت في التعليقات عن جميع الصفقات في حلقة اليوم وشكر لكم تابت المقطع والان في الشاشة طرعلكم زي ما انتم شايفين اشترك هنا اشترك هنا خلينا نوصل 80 الف مشترك اليوم و 81 الف مشترك بإذن الله وبعدين عندك مقطعين اختار واحد منهم موعدك بإذن الله انه بيعجبك نشوف مقطع ثاني بإذن الله الله مصلي وسلم مع نبينا محمد سبحان الله وبحمد سبحان الله الله العظيم الصغف الله العظيم وتوب إليه وفي الختام دائما وأبدا لا له الا انت سبحانك انني كنت من الظالمين